جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية وذلك بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها تحقيقا لانضباطها ومنعا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها فضلا عن توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع وتناول الاجتماع أيضا الإجراءات الخاصة بموسم حصاد القمح لهذا العام حيث أوضحت وزارة التموين أنه تم التنسيق مع المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمزارعين نظير قيامهم بتوريد محصول القمح والتي من المقرر أن تصرف لهم خلال 48 ساعة بحد أقصى في حين تم تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية شكرا للمشاهدة